وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يكون لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على استبدال الغاز الطبيعي بالمزوت المصنع محلياً في عدد من محطات الكهرباء أكثر من 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي بيذهب إلى محطات الكهرباء عشان تولد الطاقة الكهربائية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلنا وده طبعاً شيء يدعونا للتأمل وإن احنا نتوقف عنه لأن كل ما حنقدر نرشد من الغاز الطبيعي اللي احنا بنديه لمحطات الكهرباء كل ما هيبقى عندي فرصة أن أنا أصدر أكثر وأن أنا أقدر أن أنا أجيب عملة صعبة أكثر عشان كده يمكن تحركنا من أكتوبر الماضي بخطوة أن احنا نظرنا إلى محطات الكهرباء اللي عندنا اللي يصلح أن احنا بدل ما أن احنا نوفر لها الغاز الطبيعي نوفر لها ممزوت اللي احنا برضو بننتجه محلياً بحيث نستفيد أن كل وفرة حنقدر نعمله ناخده وكفاءة وأن احنا نصدره للخارج أمووسيقى